اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان فريق البحرين يحرص على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج الرامية لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مضيفا معاليه ان هذا تكريم لجهود اعضاء الفريق البحرين باجمعه وهو نتاج الانجازات المتميزة التي تحققت لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم يده الله وبتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال تسلم معاليه جائزة افضل وزير عربي في حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز الحكومي العربي والذي يقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور معالي السيد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الامارات ومعالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من اصحاب المعالي والسعداء الوزراء العرب وذلك في مقر الجامعة العربية بمدينة القاهرة وبهذه المناسبة اعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن فخره واعتزازه بهذا التقدير بالحصول على هذه الجائزة المرموقة مشيدا بمبادرة جائزة التميز الحكومي العربي التي تهدف لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية مؤكدا ان هذه المبادرة تسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العمل الحكومي بما يخدم مستقبل المواطن العربي كما ثم نام عليه فوزى مملكة البحرين بجائزة افضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب عن المشروع الوطني لامع وجائزة افضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع عن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي وفي هذا الصدد اكد ما عليه ان النجاحات التي يحققها قطاع الشباب والرياضة هي ثمرة الجهود والدعم المتواصل من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة مهنئا الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية على حصول برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة على الجائزة وما يمثله الفوز بها من تميز المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها وزارة الداخلية كما هنأ سعدت السيدة روان بتنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بتحقيق المشروع الوطني لامع الجائزة والاسهام الكبير للبرنامج في زيادة تمكين الشباب البحريني وتوجه معاليه بالشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعي الحفل على مبادراته الرائدة لتطوير مسيرة العمل الحكومي على المستوى العربي كما ثمن جهود حكومة دولة الامارات وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الجائزة كما عرب معاليه عن شكره وتقديره لإدارة الجائزة ولجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على الثقة التي أولوها له بهذا الاختيار وأكد معاليه أن هذا التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من التميز والابتكار في العمل الحكومي مثمناً جهود جميع الكوادر البحرينية التي تسهم بفاعلية في تحقيق تطلعات الوطن والمواطن الجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالشراكة مع جامعة الدول العربية تهدف لتطوير الأداء الحكومي في الدول العربية وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحفيز الفكر القيادي وتعزيز مبادئ التميز والابتكار بما يساهم في تحقيق التطلعات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر